النهاردة على جانب اخر انه دي المصري البورسعيدي بدأ يتحدث عن فكرة احقيته في المشاركة في بطولة سوبر الابطال القادمة انتو عارفين كانت تحدي الكرة خلاص اعلن انه الاهلي هيشارك في هذه البطولة بصفة بطل الدوري ومعه فريق بيراميدز ومعه سيراميكا كليوباترا ومعه فيوتشر او مودرن فيوتشر بمسمى الجديد المصري تدخل في هذا الامر وقال انا من حقي ان انا اشارك بصفتي كمان كنت وصيف لكأس الرابط نفهم اكتر ونعرف اكتر ايه هي طلبات النادي المصري لو هي طلبات منطقية اللي هيبعتها اكيد او اكيد بعتها لاتحاد الكرة نفهم من الاستاذ رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معي اهلا اهلا بك كابتن كريم اهلا بك ممكن نفهم من حضرتك اه طلبات المصري بخصوص المشاركة في بطولة سوبر الابطال لا احنا يعني لاحظنا ان الاختيار مش مش فير قوي الضلع الرابع كان مفروض في البطولة نادي زمالك ولانه اعتذر قبل كلا فتم استبعاده احنا وجدنا ان النادي المصري كان وصيف كسر ربطة ونادي جماهيري من شأنه ان يضيف للقيمة التسويقية للبطولة قولنا ان احنا جذرين بان احنا نشارك اه كرابع اه في البطولة دي وتركنا الامر للربطة او للجنة المسابقات ان هي تختار لكن برضو بنؤكد على احقيتنا لان لو جينا نفاضل نقول ان وصيف كسر ربطة اقرب للمشاركة من ربع الدولة ازه هو النادي فيوسيا لكن الاختيارات بتتم ازاي او الضوابط ايه لان احنا لما تكلمنا مع احد اعضاء مجلس دارة الربطة قال ان ما فيش لاي حب تحكم عملية المشاركة دي لكن الواضح ان الامور فيها شيء من العشوائية عشوائية طيب ما ده كان السؤال اللي جاي يعني يا قصد رجب هم اتبعد لكمش في اي لحظة من اللحظات لائحة لهذه البطولة يعني ما قالكش كنادي مصري من بدري خد بالك ان احنا نعمل بطولة فيها اربع فرق اللايحة بتاعتها كده المشاركين هيبقى كده احنا احنا رجعنا لاحد اعضاء مجلس ادارة الربطة ونقول له ادينا صورة من اللايحة اللي بتحكم الاختيار قال ان احنا ما فيش عندنا لايحة بهذا الشأ تمام طيب هل طلب المص ده هو مجرد طلب ولا فيه تسعيد يعني لو مسلا الطلب ده ترفض خلاص الموضوع بالنسبة لكم لا 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 يعني ما اعتقدش ان احنا نوصل لتسعيد في هذا الامر لكن احنا بنسجل موقف وبنقول ان احنا حق بس محتاجين توضيح على اي اساس تم احتيار فيوت شرك رابع في المشاركة في هذه البطولة مفهوم طيب في جزئة اخرى تخص النادي المصر وهي ايضا مصر جدل والنادي المصر اصدر فيها بيان امس بيان يعني بينكو سينزا بنقول احنا في الشكل الاعلامي شديد اللهجة وفيه كلمات مهمة وصريحة وقوية فيما يخص قيد السنائي احمد عيد واحمد ايمن منصور الوضع بالنسبة لهم ايه مع اتحاد الكورة حاليا يا فندي اتحاد الكورة مصر على انه يجمد اللعبان وقال انه هو بصدد حالتهم بالتحقيق باعتبار وفقا للشكوى اللي جيت له من نادي الزمالك انهم مقام في نادي الزمالك لكن احنا لو دورنا النادي المصر عمل ايه النادي المصر دخل على السيسن للاستعلام لقى اللاعبة فيه اللاعبة اوقات عهد مع النادي المصري وقدمت رغبة في الالتحاق او الانضمام للنادي المصري لو فيه اي تحفز او حقيقة الذي بنلاقي على السيسن والسيسن ما قبلش اللاعبة اما وان السيسن سمح لنا بالقيد فاعتقد ان احنا تلكنا مسلق قانوني واعتقد ان ده حق اصيل للنادي المصري ان اللاعبة تكون اه بتحقق رغبتها في الانضمام للنادي المصري للمسلم اللي فيه طيب انت مبلح في البيان بيان النادي المصري بيقول لاتحاد الكرة لو انت مش قادر تاخد قرار في هذا الامر اه فانا ابع فيك من الحرج وانا اصعد الامر للفيفا اه ليه ليه الاتحاد الكريب عنده حرج في هذا الامر انا اه شايف ان الامور اه الامور يا كابتن كريم يعني اعملنا ازمة من غير من غير لازمة يعني النهاردة اذا كنت انت سمحت لنا كاسسة من احنا نقيد اللاعبة وعندنا عقود سليمة وعندنا اجراءات قانونية اتبعناها فلماذا الاقاف ثم ان ما فيش قرار اقاف بدون تحقيق صحيح بالتحقيق مفيش تحقيق طب احنا النهاردة اذا كانت اللاعبة قديرت واللعاب لما يدار من جراء النادي اللي هو ما ديره ازا ما هما بيقولهم في الشكوى اه عنده اقاف صيد اه اكتر من فترة معنا هذا الكلام ان فيه درق وقع على اللاعب صحيح الابحاد دولي بتقول ان اللاعب لو وقع عليه درق ولو مطلب عادل فهو من حق ان يستخل عادل من طرف واحد فالحاجه الثانية لو كان فيه تحافظ على وجود اللاعبه هما مش فريق كان لازم نلاقي الكلام ده على السيسم لكن احنا لما نيجي نقايد نحتكم لايه احنا احتكمنا للسيسم المعمول به على مستوى مطر او على مستوى كمان للتحد الدولي السيسم موجود وقال ان اللاعبه فريق طب نقايد ولا ما نقايد شاكفين كارين نعيد طب هو ده اللحسان الموضوع بسيط وهو اتأيد ودفعت وصوم توصيك العهود وكله الا ان بطاقات اللاعبه ما طلعتش بدعوة ان انا كمخالفة طب المفترض ان احنا نعرف المخالفة ازاي يعني نعرف يعني انا لما اجي اعيد علي ان انا اشوف اللاعب ده ومر على امديت مصر كلها اقول لها الراجل ده مخالفة ان تقول لها ولا بدخل على السيسم طيب استاذ رجب انا عايز ابقى اكثر وضوحا هل مطلوب من النادي المصري انه يدفع مقابل اتنين لعيبة لنادي الزمالك عشان الامضعات اللي هما مضينا عن نادي الزمالك هل ده كان مصار عفوا مصار حديث بين نادي الزمالك والنادي المصري في الفترة اللي فاتت والتحاد الكرة سيبكوا تخلصوا الموضوع مع بعض وبعا كده ناخد القرار هل نحصل مع كل الاحترام والتقدير للعلاقات التاريخية القوية جدا مع نادي الزمالك اللي ان احنا محتاجين نحتكم للواح شوية محتاجين نقول هل احنا سلكنا مثل قانوني ولا احنا خليفنا الاعراف القانونية احنا سلكنا مثل قانوني نفيش اي علاقة ان النادي المصري قام باجراء ملساوي علشان نقعد نساوم او نقعد نقول الكلام ده ما كانش وارد ابدا لكن المفاجأة ان اتحاد الكرة حاجبهم عن اللعب وكان من الواجب على اتحاد الكرة انه يسمح لهم يلعبهم بعد كده يعمل اجراءاته لو هو عاوز يحقق لان اللعب له وجهة نظر ولو كده هيحضر رفقا المستشوار القانوني ونشوف الدين مش ازاي ولكل حادث حديث يعني في ظنك يا اساس راجب اتحاد الكرة ليه يحجبهم عن اللعب اتحاد الكرة بيعمل اعتقد يعني ان هو بيعمل توازنات اه نادي الزمالك اه لو مطلب النادي المصري لو مطلب اعتقد ان هو يعني بيطبق بند في اللايحة ما بتنطبقش على الحالة دي مفهوم ولو اختلفنا في التبسير ففيه مستشار قانوني اقل وهو مستشار قانوني دولي قال ان اللاعب لو وقع على ضرر فعلي ان هو يختر اتحاد الكرة ويختر النادي بان انا متضرر من وعدم موجودي اه في الملعب وانا بفتخ دي وعلي ان انا اختار انضم الايناد عظيم جدا طيب سؤال في جانب اخر يا سيد رجب بعد اذنك هل فعلا الكابتن علي ماهر طلب من ادارة النادي المصري التحرك بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد عموما يعني فيه تنصيش كامل بين الكابتن علي ماهر كمدير فني على مستوى كبير وبين الاستاذ كامل ابو علي رئيس مجلس دارة شخصيا اما وان القيد الاول اتقفل فاحنا منتظرين في يناير اي كله مطال اللي بنقدر نحققها لكن احنا فيه تنصيش كامل مع كابتن علي ماهر كمدير فني مفهوم خلص سيد رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي انا بشكر حلاك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات المهمة في كثير من القضايا المتعلقة بي النادي المصري في الفترة الحالة ادارة محترمة جدا على فكرة بالمناسبة ادارة النادي المصري شغالة بهدوء وزكاء وبدعم كبير جدا لفريق كوراشكا المصري بدايته في الموسم حلوى وسعي خص المبراءة اولى امام النادي الاهلي ومع حمل اللاقة بيعني الفريق الاكثر جاهزية بس تكسب المبراطين اللي بعد كده في الدوري فالانطلاقه مع كابتن علي ماهر ومجموعة اللاعبين الحاليين رائعة جدا بالنسبة للمصري رائعة جدا